اجتماع اوروبي مصغر جرت اشغل في كالي شمال فرنسا الاحد لتعزيز مكافحة شبكات تهريب البشر بعد اربعة ايام على اسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المانش الذي يشق الحدود الفرنسية البريطانية ما ادى الى مقتل سبعة وعشرين مهاجرا هذا الاجتماع الذي استبعدت منه بريطانيا على خلفية الغاء وزير الداخلية الفرنسية مشاركة نظيراته البريطانية بريتي باتيل بعد تداعيات رسالة رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون يطالبه فيها باستعادة المهاجرين الواصلين الى بلاده عبر البحر فرنسا اعبرت عن انزعاجها من تصريحات بوريس جونسون حول تقصير سلطات الاليزي ايجاد حلول لازمة المهاجرين رغم تقديم بريطانيا اموالا ضخمة للمساعدة في هذا الملف كما شدد جونسون في رسالته على ضرورة ان توافق فرنسا على تسيير دوريات مشتركة عبر بحر المنش لرصد تحركات المهاجرين وتعزيز تعاون الاستخباراتي للقبض على المتورطين في الطرف الاخر يرى مراقبون ان ماكرون بالغ في ردة فعله ازاء القضية باعتبار ان طلبات بوريس جونسون تلخصت في خمسة بنود يمكن تحقيقها بين الطرفين وبحسب اخر الاحصائيات حول طالبي اللجوء الى بريطانيا فقد تعدت الارقام خمسة وعشرين الف مهاجر بلغوا اراضي المملكة عن طريق بحر المنش قادمين من فرنسا ملاحظون يرون ان ازمة فرنسا وبريطانيا الاخيرة مفتعلة من الطرف الفرنسي وما هي الا قطرة في بحر يريد بها الفرنسيون تلويث العلاقات اكثر بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي وما هي الا سياسة خارجية فرنسية اصبحت تعتمد على استقطاب التوترات مع الدول التي ترها تشكل خطرا عليها